انا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول الله عز وجل في محكم التنزيل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداءا فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون ايها المؤمنون عباد الله لقد من الله تعالى عليكم في هذه الاية بنعمتين عظيمتين جليلتين النعمة الاولى تأليف القلوب والنعمة الثانية ان انقذكم بدين الاسلام من النار ثم اضاف نعمة ثالثة لا تقل عن سابقتيها ان جعلكم اخوة في الله عز وجل اخوة في الله قوام الحياة وهي الماء العذب الزلال التي لا تصلح الحياة الا به قال سفيان الثوري عليه رحمة الله لابد لك من اخ تبثه شكواك ويعينك على بلواك فمن وجد اخا تهواه نفسه وتعجبه فعاله ويرضى الله عن خصاله فليتمسك به فان من اعجز الناس من لا يبحث عن اخوة اوفياء له واعجز منهم الذي فرط بمن حصل عليه منهم وما المرء الا باخوانه كما يقبض الكف بالمعصم ولا خيرا في الكف مقطوعة ولا خيرا في الساعد الأجذمي Brotherhood in the sake of Allah it is the groundwork of life it is the flowing water of this life سفيان الثوري said you must have a brother that you can broadcast your complaint to him and he can aid you in your tribulation so if you find whoever finds a brother that his soul is inclined to he likes his action and Allah عز و جل is pleased with his characteristics then let him hold on him because the worst among people are those or the most helpless among people are those who neglect seeking brother in the sake of Allah and worse what worse are those who lose them after having them a person is with his brother like when the palms grips when the palms grips the rest there is no good in a cut palm and no good in a chopped form is with Allah تعتمد على ركيزتين اثنتين الايمان والتقوى وان تكون في الله وعلى حبل من الله لا تكون على جاهلية ولا على عصبية انما تكون على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك فإن من وحد الله وحد الله بأفعاله وصلى لقبلتنا وأكل من دبيحتنا فإنه أخ لنا له ما لنا وعليه ما علينا لننظر إلى لونه ولا ننظر إلى لغته ولا ننظر من أي البلاد أتى Brotherhood in the sake of Allah عز و جل has two great pillars number one believe and fear from Allah عز و جل the second is for it to be in the sake of Allah on a robe of Allah not in a robe of ignorance it is to be held in al-kitab and al-sunnah so whoever bears witness that there is no God but Allah and pray to our and eats from our he is our brother we don't know we do not look at his color or his language or the country that he came from he is our brother in the sake of Allah عز و جل وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا حَبْلُ اللَّهِ الكِتَابُ وَالسُنَّةِ قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حَبْلُ اللَّهِ الجَمَاعَةِ ثُمَّ قَال عَلَيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَإِنَّهَا حَبْلُ اللَّهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ قَالَ وَإِنَّمَا تَكْرَهُونَ فِي الْجَمَاعَةِ خَيْرٌ مِمَّا تُحِبُّونَ فِي الْفُرْقَةِ وَإِنَّا مَا تَكْرَهُونَ في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة وقال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى والاعتصام بالله عز وجل عز وجل نوعان اعتصام بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصام بالله فاعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير ثم قال رحمه الله ومدار السعادة في الدارين الدنيا والاخرة على الاعتصام بالله والاعتصام بحبل الله ولا نجاة الا لمن تمسك بهاتين العصمتين ولا نجاة الا لمن تمسك بهاتين العصمتين ثم قال فالاعتصام بحبل الله فالاعتصام بحبل الله عز وجل يعصم العبد من الضلال والاعتصام بالله يعصمه من الهلكة ثم قال والسائر الى الله يحتاج الى هاد والى عاصم فبدون الهادي يضل الطريق وبدون العاصم يكون فريسة لقطاع الطرق والسراق ثم قال والاعتصام بحبل الله يوجب للعبد الهداية واتباع الدليل نعم الاعتصام بالكتاب والسنة يوجب للعبد الهداية ويوجب له اتباع الدليل قال والاعتصام بالله يوجب للعبد الحماية والقوة والمنعة والسلاح and hold fast all together by the robe which Allah stretches out to you and be divided not among yourself the robe of Allah is Al-Quran and Al-Sunnah عبد الله بن مسعود said the robe of Allah is Al-Jama'ah congregation and he used to say oh people listen and obey no matter that you may dislike something in Al-Jama'ah and the obedience is better than what you like in separation and division then he said holding fast to Allah is two types hold fast to the robe of Allah and hold fast to Allah the Exalted then he said the cycle of happiness in this dunya and the hereafter is by holding fast to Allah and by holding fast to the robe of Allah there is no safety, no secure except to those who hold on to these two holding holding fast to the robe of Allah protects the servant from deviation and holding fast to Allah protects the servant from doom then he said the one who is proceeding to Allah he needs a guide and a protector without a guide he will deviate his path and without a protector he will be an easy subject for banditry and thieves then said holding fast to the robe of Allah mandates to the person guidance and proof and holding fast to Allah عز وجل and holding fast to Allah عز وجل mandates to person position of strength, protection and weapons the brotherhood is a great fundamental of our religion and what helps in strengthening and growing it is purifying the chest from malice from jealousy and hatred and instead adopt pardon, forgiveness, excuses, sympathy and mercy وكذلك مما يعين على تقويتها إحياء وتفعيل مبدأ النصيحة فمن له الحسن فقط ومن الذي لا يخطئ قف كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فلابد من تفعيل مبدأ النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَمَّتِهِمْ the second thing we should reactive the groundwork of giving advice none of us is perfect none of us is just doing a good deed and he has not shortcoming every one of us makes shortcoming and have some defects so your duty is to come to your brother directly and advise him as our Prophet صلى الله عليه وسلم as Muslim narrated from Abu Ruqayya Tamimin ibn Ausiddari he said religion is advice religion is advice religion is advice we say to whom O Messenger of Allah he said to Allah to his book his messenger the leader of the Muslim and Muslim in general the third thing لَبُدَّ لَنَا مِن تَفْعِيلِ مَبْدَئِ النُّصْرَةَ كما أخرج البخاري من حديث النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا قالوا يا رسول الله ننصره مظلومًا فكيف ننصره ظالمًا قال تحجزه وفي رواية تمنعه من الظلم وفي لفظ تأخذ من نفسه لنفسه we should react here The groundwork of support Bukhari narrated That our prophet صلى الله عليه وسلم said support your brother if he is an oppressor if he is oppressed The companion replied يا رسول الله It is ok to support him when he is oppressed but how we can support him if he is an oppressor he said صلى الله عليه وسلم preventing in another narration withholding preventing him from oppressing this is the way how to make our thing أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمد عبده ورسوله انصر أخاك ظالما أو مظلوما الظالم لابد من نصرته ونصرته أن نمنعه أن نحجزه عن الظلم لذلك فنحن في الإسلام لا ننصر على باطل أبدا ولا عندنا ولاء مطلق إلا للحق وعلى الحق فلا نتعصب لجماعة ولا نتعصب لحزب ولا لشيخ ولا على شخص ولا على بلد ولا على فصيل إنما الولاء لله والولاء لرسول الله والولاء لعباد الله المؤمنين إن جاء الحق من الصغير وإن جاء الحق من الكبير أخذناه ندور مع الدليل حيث دار وندور مع الحق حيث دار في الإسلام as the Prophet صلى الله عليه وسلم mentioned the oppressor is supporting supported by preventing him from oppressing and by withholding him from committing oppression so do not support in doing evil we should not support or have infinite loyalty for trouble a person a scholar a sect a group a madhab people or country however loyalty should be for Allah عز و جل his messenger and the believing servant أخرج أحمد والترمذي وصحح الحديث الألباني على الجميع رحمة الله عز و جل رحمة الله عز و جل من حديث الحارث الأشعري قال قال صلى الله عليه وسلم آمركم بخمس الله أمرني بهن وانتبه رعاك الله آمرك بخمس آمركم بخمس الله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فمن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يعود واسمع الخامسة قال ومن دعا بدعوة الجاهلية ومن دعا بدعوة الجاهلية يتعصب لبلد يتعصب لفصيل لجماعة لشخص ومن دعا بدعوة الجاهلية فإنه من جثاء جهنم قال الصحابة يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وإن صلى وصام قال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعو المسلمين بما سماهم الله المسلمين المؤمنين عباد الله إمام أحمد أن ترمي دي نريتد من الحارث الأشعري أننا صلى الله عليه وسلم قال أنا أردتك ب5 أشياء الله عز وجل أردتني to do hear and obey striving in the sake of Allah migration الجماعة congregation whoever separates from congregation as much as a handpan then he has removed the fold of Islam from his neck unless he remains and hear carefully now to the fifth one he said and whoever calls the call of ignorance you know to gather people based on race to gather people based on fraction parties whatever the dawah is it is an ignorant dawah the prophet said and whoever calls the call of ignorance then he is among the stones of hill fire listen carefully a man from the companion said O messenger of Allah even if he prays and fast the prophet said even he prays and fast and claim that he is a Muslim then he said so call people with the call of Allah the one who called them المسلمين the Muslims the believers I'll cut and say about this I'm I'm going to I'm 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 شيخا قد عسى في الجاهلية كبر سنه في الجاهلية وكان شيخا قد عسى في الجاهلية عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد لهم مر على نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الاوس والخزرج يجتمعون في مجلس لهم فغاضه ما رأى من الفتهم واجتماعهم وصلاح ذات بينهم على الاسلام فقال لقد اجتمع ملأ بني قيلة يعني الاوس والخزرج لا والله ما لنا بها من قرار ان اجتمع ملأهم فيها يعني ليس لنا قرار في المدينة ان اجتمعوا وتآلفوا وتحابوا فقال لشاب يهودي معه اعمد اليهم واجلس معهم وذكرهم يوم بعاث وما قبله ويوم بعاث يوم كانت الغلبة فيه للأوسي على الخزرج في الجاهلية وانشدهم بعض اشعارهم التي تقاولوها قبل الاسلام قال فجلس معهم وذكرهم بعاث يوم بعاث وما قبله وانشدهم قال فتكلم القوم وغضبوا وتفاخروا فوثب رجلان من الحيين على الركب فتفاخر فغضبوا فقالوا السلاح 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 موعدكم الحر مكان في المدينة قال فانضمت الأوس بعضها الى بعض والخزرج بعضها الى بعض وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بمن معه من اصحابه فقال يا معشر المسلمين الله 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 أبي دعوى الجاهلية وأنا بين اظهركم بعد اذ هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقضع عنكم امر الجاهلية وألف بين قلوبكم ترجعون كفارا كما كنتم فعلم القوم انها نزغة من عدو الله وانها كيد من الشيطان فالقوا السلاح وبكوا وعانق بعضهم بعضا وانصرفوا ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين قد اذهب عَنْهُمْ كَيْدَ عَدُوِّهِمْ شَاسٍ إِبْنِ قَيْسِ ابن المُنْدِر وابن جَرِير وَالطَّبَرِي نَرَيْتِ بَمْ زَيْدْ إِبْنُ أَسْلَمْ he said Shias ابن قيس passed by and he had reached very old aged during ignorance he had a great sense of disbelief, hated the muslims and was very jealous of them。 كان يبقى بسيطة من أصار أصار خزراج الأوسي والخزراج ومت في محاولة 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 عندما يرى محاولة محاولة ومحاولة بينهم ومعاولة بعد بعد المحاولة بعد المحاولة في المحاولة قال لتحصل لأنه وقالوا وقالوا لقالوا بوافة قبل الإسلام عندما أمام حزراج وقالوا رفعهم من pistهم الباوة التي قدت بها أو تتفذت من قبل إسلام. أبي went, أبي sat down with them. أبي started reminding them of الله والبعالة بعض الأيام المضل ثم ging تسجمية كل هذه البوام. مظلت في البيطة وقتون أبداً على أخرج وقتوا منهم على قطnek وكمتوا في شبه Then they say, السلاح, weapons, weapons that we will meet you in Al-Hurra, in a place in Al-Madina. Al-Aws gathered to each other. Al-Khazrat, they gathered to each other. Then youth reach the Prophet ﷺ. He also went out with his companion. Then he said, O Muslims, O Muslim gathering, Allah, Allah, is this by the call of ignorance and I am among you? Allah has guided you to Islam, honored you with it, cut away the matters of ignorance from you, saved you from the disbelief and put a fiction between your heart. You return to what you were upon of disbelief. The crowd understood that it was a whisper from Satan, a trap from their enemy. So they threw their weapons, cried and hugged each other. Then they left with the messenger of Allah, listening and obeying. Allah had put out for them the trap of the enemy, Shas. May Allah Azza wa Jal make us brothers in the sake of him, of his. This is something that you should observe and you get from this khutbah. Don't be a key of evil. Try to work in the unity. Try to work in gathering this community. Anytime you want to say something, you have to stop. Even the thing that you are, you want to say is a right thing. But if harming or some evil thing will come after it, stop. Don't say it. Choose another time and give the advice to you, brother. It is not gathering in khutbah. We are in the month of Siyam. And nowadays, a lot of people, they break or they decrease the reward of their fasting by having just khutbah. Planning, saying something which is not true without even thinking about it. So my advice to myself first and to my brothers and sisters then, Fear Allah and be a key of fear and goodness. And ever, never be a key of evil. أسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا رب قريب سميع مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمد أعداءك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك وأنت رب العالمين اللهم نصرك المؤذر المبين لعبادك المستضعفين الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم انصرهم نصرا عزيزا واهدهم صراطا مستقيما وافتح لهم فتحا مبينا بقدرتك يا رب العالمين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا واجعلنا عندك من المقبولين اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين وأقيم الصلاة اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اشتركوا في القناة